مرحباً أصدقاء القراء كيف حالكم اليوم؟ لدينا موضوع جديد سنتحدث عن عشرة أيام وهذه الأيام هي أفضل أيام السنة هل عرفتم ما هي هذه الأيام؟ نعم إنها عشر ذي الحجة سوف نفهم اليوم أهمية الأيام العشر الأولى من ذي الحجة وسوف نعرف بعض الحقائق عنها وعن سبب أهميتها أيضاً هيا لنبدأ بالقراءة سوياً تعتبر الأيام العشر الأولى من ذي الحجة أياماً مهمة جداً لجميع المسلمين تأتي عشر ذي الحجة في شهر ذي الحجة وهو الشهر الأخير في التقويم الإسلامي شهر ذي الحجة هو شهر الحج وهو أيضاً الشهر الذي نحتفل فيه بعيد الأضحى تبدأ مناسك الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة يلبس الرجال ملابس خاصة مصنوعة من قطعتين من القماش الأبيض غير مخيط وهذا يسمى الإحرام وتلبس المرأة أي ملابس إسلامية مناسبة نأتي الآن إلى يوم عرفة متى يكون يوم عرفة؟ التاسع من شهر ذي الحجة أحسنتم حيث يقف الحجاج بعرفة ضمن أدائهم مناسك الحج ويعتبر الوقوف بعرفة ركناً من أركان الحج لا يكتمل الحج إلا بالقيام به ولأهمية هذا الركن فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة لقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على صوم يوم عرفة لغير الحجاج إذا صمنا يوم عرفة فإن الله يغفر لنا ذنوب سنتين كاملتين استمعوا معي إلى هذا الحديث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الباقية ومعنى ذلك أن سيئات العام الماضي سوف تمحى وكذلك سيئات العام القادم تخيلوا هذا؟ والآن سنتحدث عن عيد الأضحى العاشر من الحجة هو أول أيام عيد الأضحى يعرف عيد الأضحى كذلك بالعيد الأكبر لأن لدينا عيدا آخر يأتي بعد رمضان وهو من يعرف اسمه؟ وهو عيد الفطر النعم بعد صيام شهر رمضان في عيد الأضحى تقوم العائلات بالتضحية وتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء نحتفظ بجزء منها وجزء آخر للأقارب أو الأصدقاء والجزء الثالث للفقراء هل يمكنك ذكر أسماء هذه الحيوانات التي يمكن التضحية بها في عيد الأضحى؟ ماذا لدينا هنا؟ نعم من قال جمل ومن قال بقرة أحسنتم ومن قال خروف هذه إجابة صحيحة ما المتبقي؟ الماعز أحسنتم لماذا تعتبر أيام ذي الحجة أفضل أيام السنة؟ الأيام العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة لما فيها من مناسبات مهمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر بما أن هذه الأيام مفضلة عند الله فماذا يمكننا القيام به في هذه الأيام؟ للاستفادة من عشر ذي الحجة يمكن القيام ببعض الأعمال الصالحة ومنها من منكم أصدقائي يذكر بعض الأعمال الصالحة؟ مثل ماذا؟ صوم يوم عرفة لغير الحجاج أحسنتم وأيضا قراءة القرآن الكريم ممتازون الصدقاء نعم والدعاء أيضا ادعوا الله بكل ما تريدون في هذه الأيام المباركة والآن تأملوا معي سوف نسأل بعض الأسئلة وأنتم حاولوا الإجابة عليها متى تبدأ مناسك الحج؟ السؤال الثاني ماذا يلبس المسلمون أثناء الحج؟ السؤال الثالث متى يأتي يوم عرفة؟ هذا سؤال سهل جدا والسؤال الرابع ما هو أول أيام عيد الأضحى؟ وماذا نفعل في عيد الأضحى؟ السؤال الخامس والأخير لماذا تعتبر الأيام العشر الأولى من ذي الحجة؟ أفضل أيام السنة عرفنا أصدقائي ما هي العشر من ذي الحجة؟ ولماذا هي مهمة؟ وماذا ينبغي علينا أن نفعل فيها؟ لا تنسوا أن تجيبوني في التعليقات عن أعمال صالحة أخرى تفضلون القيام بها في هذه العشر الأيام المباركة كل عام وأنتم بخير أصدقائي وإلى أن ألقاكم في المرة القادمة إن شاء الله